الاتحاد التونسي للشغل أقوى نقابة في البلاد يدخل على خط الاحتجاجات التي تشهدها مدينة عقارب التي تفاقمت فيها الأوضاع احتجاجاً على مقتل الشاب عبد الرزاق لشهب والذي اختلفت بشأنه الروايات حيث أقدم المتظاهرون على إحراق أحد مراكز الحرس الوطني الإضراب العام يأتي رداً على ما أسمه الاتحاد التونسي للشغل ومنظمات أخرى تعاطياً أمنياً مفرطاً مع المتظاهرين وشمل الإدارات العامة والمؤسسات الخاصة والمتاجر وغيرها من الخدمات في مدينة عقارب التابعة لولاية إصفاقس في محيط مكب الجنة للنفايات لا يزال الاحتقان سيد الموقف إصابات في صفوف المحتجين ورجال الأمن الذين استعانوا بالغاز المسيلي للدموع لتفرق المتظاهرين ويسعى هؤلاء إلى إعادة إغلاق مكب الجنة للنفايات فيما تعمل قوات الأمن على ثنيهم عن ذلك وكان هذا المكب قد تم إغلاقه عام 2018 بقرار قضائي عقب حركة احتجاجية من السكان الذين ضاقوا ذرعاً بأثاره السلبية على البيئة غير أنه مع تفاقم أزمة النفايات في شوارع إصفاقس قررت السلطات الإدارية إعادة فتحه وهو ما أثار السكان مجدداً هذه الحركة الاحتجاجية التي تعد أول اختبار جدي للحكومة الجديدة التي تقودها نجلاء بودن دفعت بعض الأحزاب إلى الدعوة لفتح تحقيق جدي فيما وصفته بالتعامل المفرط لقوات الأمن مع المتظاهرين بينما ذهبت بعض الأحزاب أبعد من ذلك حيث حملت الرئيس التونسي مسؤولية ما يجري ترجمة نانسي قنقر